موسيقى ربنا خليك لا ده حد من الناس يعني مؤسسين الموسم التالي ربنا خليك ربنا خليك وكعدت يعني في البرنامج برنامج شباب شو فقرة محامي الغلابة بحب نوه ان البرنامج ده طبعا لكل الناس الغلابة في جمهورية مصر العربية اي حد محتاج استشارة قانونية او اي شغل في محاكم جمهورية مصر العربية احنا تحت عمرو احنا تحت عمرو يا فندم متبرعين دي لوجه الله تعالى ان شاء الله ونقدم حاجة جميلة ان شاء الله الناس تستفاد منها ونقدم محتوى كويس جايلك النهاردة في موضوع خاص يعني مش عايزة افور واقول بكل بيت مصري بس ممكن نقول بكل عائلة مصرية عندهم المشكلة دي بيعانوها عندنا مشكلة الانفصال الطلاق معدلة مرتفعة بحاكم اسرة وحقوق المرأة المطلقة ما بين الشرع ما بين القانون تمام وما بين الامر الواقع تمام يا فندم احنا اول حاجة هزا اسأل هنا اتفضل يا فندم الخلع ولا الطلاق افضل هو انا بالنسبالي كمحامي طبعا افضل الطلاق لان الاسف اغلب الامور الناس العامية فهم ان الخلع اسهل واسرع من الطلاق بس انا بالنسبالي كمحامي افضل الطلاق طبعا لان الطلاق حضرتك الزوجة ما بتنزلش عن حواها بتاخدها بس يا دوبك تثبت الضرر اللي واقع عليها للقاضي فبالتالي هتطلق وتاخد كل الحقوق الزوجية بتاعتها بس ما بيطلقوش المحاكم السنين لا يا فندم لا لا فيش كلام ده ده بقى معلومة غلق اه خاطئة يا فندم ويقولك القضايا الطلاق بتقعد سنين لا ما فيش كلام ده ده اجراءات تقادي مراحل تقادي بتنتهي بعد ما بتنتهي بتاخد حكم بس على الزوجة ان تثبت الضرر اللي واقع عليها من الزوج الضرر بحجم ايه يعني اهانة ضرب القانون حضرتك حط مجموعة من الضرر اللي ممكن توها على الزوجة منها الاهانة والضرب ده لو ثبتت الزوجة بمحضر رسمي ان الزوج تعاد عليها بالضرب يحق ليها الطلاق فورا بحجم المحكام اه يا فندم وحاجات تانية يعني بتقعدش سنين لا لا يا فندم هما ليه يستسهلوا بيخلقوا يتنظلوا عن حقوقهم ده الخلع بقى يا فندم ده الخلع الفرق ما بين الطلاق والخلع الخلع الزوجة بتتنازل عن كل حقوقها الشرعية والمادية عدا قائمة عيان الجهاز ده الفرق عشان كده انا بقول الايمة اه الايمة عشان كده انا بقول يا فندم الطلاق افضل من الخلع هو كده كده الخلع طلاق برضو يعني قانون انطلاق الاتنين طلاق لكن احنا نتكلم على ايضا ما افضل لان بصراحة ان الزوجة تتنازل عن كل حقوقها دي حاجة طبعا اه طبعا دي حقوقها وهتبقى نحتاجة وخاصة لو معها اطفال يعني حقوقها الشرعية دي المادية ان كانت نفع او كانت مؤخر هتساعدها لو هي معها اطفال انها تصرف على اطفالها بعد الطلاق حيو ان حضرتك ان احنا انتقلنا لموضوع النفأ انواع النفأ هو في نفأة للمطلقة في نفأة للمطلقة غيابي نفأة عدة ومتعة للمطلقة ملهاش نفأة ولكن لو في اطفال صغار لها نفأة صغار مطلقة ملهاش نفأة اه بعد الطلاق ملهاش نفأة لان الزوج بيصرف بيصرف على الزوجة نفأة متعة نفأة متعة في حالة الطلاق الغيابي في حالة الطلاق الغيابي انما الطلاق الحضوري على الابراء مفوش اي نفأة طبعا مفوش نفأة للزوجة بتوقف أي نفع لأنه خلاص علاقتها بالزوج من انتهت إنما في حالة الطلاق الغيابي الزوجة بتاخد نفقة عدة ونفقة متعفن نفقة عدة نفقة العدة اللي هو بسبب أن الزوج طلها غيابي حاجة كده القانون والشرع اللي هو بيقول لها إنه الغلط مش فيك الغلط فيه هو زي ما يكون بيعوضها عن الضرر الواقع عليها من الطلاق الغيابي يا فن بيعوضها عن الضرر الواقع علي في الفترة اللي هي عادتها على حسب الفترة اللي هي فيها الجواز سنة أو اتنين على حسب مدة الجواز يعني لو مجاوزها سنتين بتبقى نفقة المتعة سنتين نفقة شهرية بتحدد هي مش نفقة شهرية هو مبلغ بيحدده قيمة دخل الزوج الزوج بيبقى ليه دخله القاضي بيحكم بنان على دخله بنافقة العدة أو المتعة للزوج بيبقى مبلغ على بعضي بتاخد بيه حكم محكمة بيدفعه الزوج بعد الحكم بس فيه مشاكل المضوع مش سالس قوي كده يا متر يعني احنا بنلاقي ان بيتهربوا من نفقة للأسف للأسف وبيغيروا في الدخل بتاعهم للأسف يعني احنا مثلا مع تلت أطفال يتحكم لك مثلا بنافقة 300 جنيه ما هو هو الطبيعي يا فندم ان الزوج بيبقى مع محامي والطبيعي المحامي عايز مصلحة موكله فهيشتغل ان هو يقلل النفقة معن العلم يعني مش محتاج ان انت تقلل دول أطفالك بالعقل كده دول أطفالك ولحمك ودمك يعني انت ملزم تصرف عليهم سواء قادر أو غير قادر دول أولادك ما كنتش جبتهم لو مش هتقدر تصرف عليهم من الأول وده للأسف موجود في أغلب الأزواج اللي دايما فيه خلافات في المحاكم ما بينه وما بين زوجته الأطفال هي اللي تبقى الضحية في الآخر هو الأطفال طبعا همها الضحية والناس اللي بتتنصل من انها تصرف علي أولادها وتتحيل على القانون بطريقة أو بأخرى علشان ما تصرفش على أولادها وانت بتتحيل على القانون عشان تهرب من خصن ده ابنك ده منتك لكن هو مش عايز يدي فلوس للزوجة في اعتقاد منه أن الزوجة هتصرف جزء لها هو بيبقى مرحلة عند ما بين الزوج والزوجة بعد الطلاق إزاي احنا بنفكر للأسف عادتنا احنا كمصريين بنفكر إزاي ان احنا ننتقل من بعض بعد الطلاق للأسف يعني وخاصة الضحية اللي بتبقى أكتر الأطفال يعني أنا عندي في المكتب لما بشتغل في قضية أسرة طبيعي طبيعي لو في أطفال بسأل في أطفال ولا لا في أطفال هتشتغل لا بشتغل يا فندم بس بحاول قبل ما بشتغل في القضية أحاول أوصل لحل حلوين دي يعني؟ آه بالزبط أي أن كان الزوج وحش الزوجة وحشة يستحملوا بحض عشان الأطفال الأطفال دي هي اللي بتبهضي بس في حالة أن هم مش عايزين يستحملوا بعض ومقصة هم جايين لحضرتك المحامي أو رايحين لأي محامي يوم خاص وصلوا لمرحلة خلاط الأفضل برضو آه الأفضل للزوج وزوجة هنا حضرتك بتنصح الزوجة بالطلاق بش بالخل؟ لا بالطلاق بس يا فندم بالطلاق بس طيب وحقوق الزوجة بعد الخلعة ما فيش أي حقوق؟ هي بتتنازل عن نفقتها كلها ما عدا قائمة عين الجهاز أي حقوق شرعية ومادية حقوق الزوجة في الخلعة بتتنازل عنها تماما عدا قائمة عين الجهاز هي هي إجراءات التقاضي بل بالعكس إجراءات التقاضي في أضايا الخلعة أكتر من أضايا الطلاق تخيالي؟ يعني الناس فاكرة أن أضايا الخلعة دي أسهل وأسرع بكتير من الطلاق هي هي نفس الإجراءات يا فندم بل بالعكس فيه إجراءات زيادة في الخلق يعني الزوجة بتقدم المقدمة اللي هي خدتها في قسيمة الجواز بتسلمه للزوج الخلق بياخد قد إيه والطلاق بياخد قد إيه هو على حسب إجراءات التقادي هو الوقت يعني ما بين لو هنطول يعني وظروف محكمة ست شهور سبع شهور يا فندم ما دي إجراءات تقادي إعلان وعدة إعلان ولو فيه تحقيق ولا شهود وحجز الدعوة للحكم جلسات معانتي ست سبع شهور إنما قصة إن الخلع والطلاق بيقعد سنين ده قصة شائعة خالص ناس فاكرة غير كده المعلومة خطأ آه المعلومة خطأ تماما وإحنا حبينا نعدلها إذن إحنا بننصح السيدات اللي ما عندهمش طريق تاني وانتهت كل الحلول الودية وطرقوا كل الأبواب للمصالحة والعيشة بسلام ويضطروا للإنفصال اللي إحنا ما بنرحبش به أبدا وما بنشجعش عليه بس بننصحك في الوقت ده إن حضرتك تتوجهي للطلاق وهتاخذ كل حقوقك وما تقوليش بياخد وقته وبياخد سنين لكن تتنازلي عن كل حقوقك يعني ده شيء مرديش ربنا لأن ربنا هو اللي شرع لك عشان كده أنا بمفضل إن هي ترفع دعوة طلاق بلاش الخلق حتى لو كان برضو مستحيل العشرة حقك خديه حقك الشرعي خديه بس بسيطة هي طيب بمناسبة بقى الكلام عن السيدات وإن إحنا في حضرة القانون أنا عايزة أنتقل مع حضرتك لقانون آخر هو بعيد شوية عن مشاكل الأسرة وهو قانون القيم الأسرية المصرية بالضبط فاني تمام ده القانون 25 المادة 25 للقانون 175 لسنة 2018 مكافحة المعلومات تقنية المعلومات بالضبط كده أنا عايزة حضرتك تشرح لنا شرح مبسط جدا للقانون ده لإنه حديث زي ما ذكرنا 2018 وناس كتير مش عارفة القانون ده يعني هو اللي بيتحاكم به ده بيتحاكم على إيه يعني الناس تقول إيه أصلا قيم الأسرة المصرية يعني قيم الأسرة المصرية قيم الأسرة المحددة هو بالمعنى العامي قيم الأسرة المصرية اللي هي العادات والتقاليد اللي احنا تعودنا عليها الحاجات الصح الحاجات الأخلاقية أكتر لما مثلا يعني هذكر على سبيل المثال فتاة سقارة دي لما تلعب ب... هي أنا بالنسبة لي شيء في صور عادية بس هي عشان تتوارد في سيشان في الأهرامات والحضارة طبعا أنا واحدة مستغربة هي بتحكم بتهمة إيه؟ هقولك أنا يا فندم هي أن هي خلفة العادات والتقاليد الشرقية اللي احنا متعودين عليها في جمهورية مصر العربية سريعا بس علشان وقت فقرنا فضل يا فندم حضرتك أنا عايزة التهم الموجهة لفتاة سقارة هي التهم اللي وجهتها فتاة سقارة النيابة العامة يا فندم وجهت لها تهمة اقتحام وتصوير الأسار دون تصريح دي تهمة تمام؟ تهمة واحد آه تهمة واحد يا فندم القانون رقم 91 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 تلاف جنيه ل500 ألف جنيه ضد كل من اعتدى على أثر أو وضع على الأسار إعلانات أو استغلوا بشكل تجاري وهي المعلومة عن الفتاة دي إن هي فتاة تيك توك تجارية التهمة التانية؟ التهمة التانية يا فندم مكافحة اللي هو الفعل الفاضح أو مكافحة الدعارة القانون رقم 10 لسنة 1960 التهمة التالتة القانون 175 لسنة 2000 آه لنت تكلمتي يا فندم والقانون صراحة لتنين دول القانونين الأخرينين دول صراحة بيعاقب على الإغراء والمساز بقيم المجتمع المصر طبعا إحنا ما بنشجعش أبدا هذا الفعل ولكن حبينا بس إن إحنا نستعرضه في حلقتنا عشان نوعي اللي مش فاهمه اللي بيعمل ده على إنه فرفا وحاجة عادية لا ده هنا فيه قانون وفيه عقوبة وفيه حبس وفيه غرامة فمن فضلكم التزموا التزموا بهذه القيم لإنها قيم مصرية شرقية دينية قانونية بشكرك جدا أستاذ حسان شكرا لحبرتك شكرا لحبرتك شكرا لحبرتك وإن شاء الله معنا على طول ومحامي الجلابة بشكركم وهسفكم لجميلة صغيرة شكرا لحبتك شكرا لحبا شكرا لحبالة شكرا لحبonen